دكتور خالد لا شك أنك تشعر بمعاناة ذوي الهمم في مصر بشكل عام وأنا حقيقة حبيت أنها تكون معانا لأنها تكون أكثر واقعية في التحدث عن هؤلاء الأفاضل من خلال ما سمعت من محمود كعضو في جماعية الأقزام وما يتعرض إليه من تنمر وما يتعرضون إليه من أنهما في الأعمال لا يعملون معاملة أنهما من ذوي الهمم وبالتالي يحمل عليهم أحمال أكثر من اللازم وما سمعته أيضا من معاناة الشيخ أحمد في الذهاب للجامعة وما يعانيه أيضا من ظروف صحية ماذا تود أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم بأشكر حراتك على هذا اللقاء وبحيث سيدة الضيوف اللي موجودين معنا الله جريف الحقيقة يعني خليني بس أصلح المصطلحات يعني أصلح المصطلحات هو أولا أي مصطلح غير دول أعاقة يعقد مصطلح زي ما بنقول مصطلح دارج وليس مصطلح قانون نعم يبقى مبدئين المصطلح القانوني بتاعنا الأشخاص ذوي الأعاقة لا ترى حرجا في ذلك؟ لا 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 ليس في حرج في ذلك الكثير تحرج من هذه اللفظة يعني فيقول ذوي الهمم تكون أفضل من ذوي الأعاقة لا المصطلح ده حراتك وارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة اللي اعتمدت من الأمم المتحدة في عام 2006 وصدقت عليها مصر في عام 2008 كلام جميل وهو نفس المصطلح الوارد في نصوص الدستور المصري الصادر عام 2014 نعم الدستور نفسه تضمن مادة الحقيقة مادة مهمة جدا المادة 81 تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة والأقزام ولأول مرة يارد هذا النص أنا كنت مساعد لعضو لجنة الخمسين في دستور 2014 كان وقتها الدكتور حسام المساح وكنت أنا مساعد لي في هذا التوقيت ولفظ الأقزام لما ورد عمل لنا إشكالية بالمناسبة لغوية مش إشكالية فنية بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأقزام أصلا من ناحي الفنية كفنيات أعاقة من المفترض أنهم من الأشخاص ذوي الأعاقة باعتبارهم ينتموا إلى الأعاقة الجسدية لأن مين هو القزم؟ القزم هو من كان مريدا بالتقزم ويصل طوله عند سن البلوغ أو يتراوح طوله عند سن البلوغ من 70 إلى 140 سنتيمتر ده ببساطة تعريف التقزم وكان فيه قرار أصلا صادر من السيدة وزد التضامن قبل الدستور وبتعديد من هم الأقزام بنفس المعيير اللي أنا ذكرتها لحضرتك المهم هذا الدستور صدر وتضمن المادة 81 اللي بتلتزم الدولة فيها بضمان حول الأشخاص ذوي الأعاقة والأقزام صحييا واقصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وترفيهيا وتعليميا وتوفر فرص العمل له جينا احنا في مجلس النواب لما الحقيقة كلفت من السيد رئيس الجمهورية كأول نائب من ذوي الأعاقة بالتعيين في مجلس النواب وأول نائب كفيف في تاريخ البرلمان المصري عملنا قانون ليه حول أشخاص ذوي الأعاقة القانون رقم عشرة لسنة 2018 أنا كده بمشي تسلسل تشريعي تفضل وخبال حضرتك عملنا القانون رقم عشرة لحول أشخاص ذوي الأعاقة وحزمة أخرى من النصوص الوردة في القوانين أخرى زي قانون الخدمة المدنية زي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المهمة مجموعة من التشريعات الأخرى تضمنت نصوص تخص الأشخاص ذوي الأعاقة يمكن حذكره من أخيرة وده يمكن تصدق لحضرتك أنه يمكن من أيام قليلة كان فيه تعديلات في قانون المرور أيضا تتضمن نصوص تخص ذوي الأعاقة وأنا شرفت بحضورها داخل أروقة مجلس النواق الفكرة أنه إحنا بنحط حاليا المنظومة التشريعية اللي بتخص الأشخاص ذوي الأعاقة طبعا بعد ما بيصدر القانون بيصحبه البدء في تنفيذ القانون القانون تضمن مجموعة من النصوص حوالي 58-57 مادة أصبحوا 58 مادة بإضافة المادة الخاصة بالتنمر ضد الأشخاص ذوي الأعاقة يمكن دال ردا على سؤال حضرتك لسه فيه تعديل قريب جدا صدر من مجلس النواب بيجرم التنمر ضد الأشخاص ذوي الأعاقة لكن قضية التنمر ما هيش قضية تشريعية فقط هي قضية مجتمعية بمعنى إيه؟ أنه لابد أن أنا ثقى في المجتمع أن الشخص ذوي الأعاقة ده هو شخص وارد لأي حد أنه يتعرض لأعاقة وارد لأي حد أنه يحصل له حادث يحصل له بسبب أعاقة وارد لأي حد أنه يولد عنده أعاقة وارد لأي حد أنه ينجب شخص عنده أعاقة فإذا فكرة الأعاقة واردة لأنه حوالي 11% تبقى لتعداد إجازة المركزة للتعبية العامة والقاس القانون نفسه تضمن مجموعة من المصوص تخص تعامل الأشخاص ذوي الأعاقة في مجال العمل من ضمن ذلك مثلا تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يومية سواء حكوميا أو خاص تمام يا فانتو سواء حكوميا أو خاص النص جاي عام وبالتالي يظل على العموميات تخفيض ساعات العمل والساعة دي مدفوعة الأجر أيضا طيب واقعيا ده بيحصل أو ما يحصلش المفوض أنه بيحصل طبعا وإلا ما بيحصلش ده وارد جدا أنه ممكن الكلام مع أصحاب الأعمال والغرف التجارية المعنية في هذا الشأن ما فيش أي مشكلة لأن ده التزام قانوني ساعة مدفوعة الأجر بتخفض إما أنه هو بيختارها صباحا أو مساءا في الليلة اليوم أشكرك هل ده بيحصل يا محمود؟ بيحصل يعني أنت أو وقتكم أقل في عدد الساعة أقل في العامة ده أقل تمام تمام توقيت هنا ما بيش تهميش هو أنا شايف أن الدولة مديك حقق في النقطة كان سابقا كان سابقا كان سابقا أقل الوقتي نعم مصبوط تمام تمام قارئة جديدة زارة زارة تمام فضلت الخارج النقطة الثانية برضو هو زيادة حد الإعفاء الشخصي ويمكن دي بتخلق لبس عند كتير من دول العاقة أنا لسا جاء الحرب زيادة حد الإعفاء الشخصي المقرر تبقى للقانون الضريبة على الدخل بواقع 50% للشخص ذو الأعقة مش زيادة الضريق مش إعفاء من الضريبة بنسبة 50% طيب إيه الفرق بين الإعفاء الشخصي والضريبة العفاء الشخصي ده مبلغ بيتخصم قبل ما بحدد وعاء الضريبة بمعنى دخل حارتك سيء مثلا ألف جنيه في الشهر تمام تمام يبقى في المجموع السنة 12 ألف جنيه العفاء الشخصي ممكن يبقى تبقى للقانون مثلا 5000 جنيه يبقى 5000 جنيه دول الأول بشيلهم على جنب وببتدفر الضريبة على السبع تلاف البقية لكن لو قلت إن أنت معافي من الضريب بحد 50% معنى كده إن لو الضريبة بقى ده الخمس تلاف دي لو الضريبة قصلت 200 جنيه يبقى حارتك معافي كمان من 100 جنيه من الضريبة تمام لأ مش ده الصح واخبار حارتك فده الفرق ما بين هنا وما بين هنا فأنا بزود تحدي الإعفاء الشخصي للأشخاص ده والأعاقة تحديدا بواقع 50% وده يقدر يلاحظوا من خلال المرتب المفوض أنه يبلغ برضو الشؤون المالية أو الحسابات أو الـ HR عنده اللي هو الموارد البشرية وما إلى ذلك بأنه المفوض ده يطبق لأنه فيه جهات كتير فعلاً أحياناً بتطلخبط أو مش عارفة زي تطبقه وفيه جهات أخرى كتيرة برضو طبقته فده ميزة تانية الميزة التالتة بالنسبة لحق العمل إن أنا بقول صاحب العمل اللي هيشغل أكتر من 5% أنا هزود لك بقى الإعفاء من الضرائط كل ما تزود العدل بتدينه مزايا؟ بتدينه مزايا عشان أشجعه ويشغل الفئة دي تمام ده كل ده موجود بالفعل في القانون رقم 10 تمام أنا بقى ممكن أقول له لأ حركة تشغل يومين في الأسبوع أو أن أنت لو اشتغلت أوفر تايم هتأخذ مكافأة زيادة أو ما إلى ذلك ده كل جهة بقى حرة في وضع الأنظمة المارينة دي اللي هي من خلالها تناسب الأشخاص ذوي العاقة كلهم بحسب عاقته تمام أشكراً دكتور خياد وأعود إليك مجدداً